كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة بعنوان الرجال من كوكب المريخ والنساء من كوكب الزهرة وهذا الموضوع هو على هامش الجدال والنقاش الذي يضور ببلادنا خلال هذه الأيام حول مسألة المدونة وما سوف تأتي به من مضامين جديدة تخص الأسرة سنحرص بإذن الله تعالى خلال الحلقات المقبلة أن نتحدث عن قضية المدونة ولكن ليس من باب الشؤون القانونية والفصول المرتبطة بالأحكام ولكن نريد أن نغوص في نفسية الرجل وفي نفسية المرأة نريد أن نتحدث ونتعرف عن النزع العاطفية عند الزوج والزوجة بل نريد أن نتعرف عن نمط التفكير عند الرجل الذكر وعند المرأة الأنت نريد أن نعرف حقيقة هذه الأمور من خلالها سوف يسهل علينا أننا نصل إلى التوافقات غايتنا أننا نحقق الحياة الطيبة الحياة الطيبة لا تحتاج منا كثير معاناة وإنما يكفي أن الإنسان يأتي بنية حسنة ويأتي بفطرة سليمة والله سبحانه وتعالى يذلل أمامه كل السعاب لماذا تختارنا اليوم الموضوع حول النساء من كوكب الزهرة والرجال من كوكب المريخ هذا عنوان كتاب شهير لطبيب نفسي من أمريكا طبيب نفسي شهير جدا فتح عيادته لاستقبال النزاعات إيجاد الحلول للنزاعات بين الأزواج والزوجات ولكنه بعد مدة بعد أكثر من 30 سنة من اللقاءات اليومية مع الأزواج والزوجات أثمر فكره كتابا واضحا نريد أن نتحدث عن بعض جوانبه ملخص الفكرة هي أن بين المرأة والرجول اختلافات كثيرة الرجول عنده منطق للتفكير وعنده نزع عاطفية معينة وعنده رؤية للكون مختلفة والمرأة عندها ربما عكس ذلك صعب جدا أن يقع توافق بين الرجول والمرأة وهذا الموضوع هو غد يكون في مصلحة الشباب لهما في مقتبل عمر مقدمين على الزواج لا بد أن يتعرف عن هذه الأشياء أما المتزوجون فيكفيهم أنهم يقارنون ويحللون الفكرة تقول بأن في الأزل كان هناك كوكب اسمه المريخ كما تعلمون السماء مليئة بالكواكب ومليئة بالنجوم ومليئة بالأفلاك ومن بين أعظم الكواكب الضخمة المعروفة كوكب المريخ كوكب عظيم وضخم قيل بأنه كان يستوطن فيه الرجال كان همهم الوحيد هو العمل ثم العمل يعملون في التنمية يعملون في الحفر يعملون في البناء يعملون في الزراعة يعملون في التكنولوجيا يعمل متعته في العمل غايته في العمل والأفلاك تدور حولها فإذا بكوكب يظهر أمامهم كوكب وردي اسمه كوكب الزهرة هذا الكوكب كانت تستوطن فيه النساء الآلاف من النساء يعتنين بجمالهن ويعتنين بشعرهن ويعتنين بمظهرهن وكيف تعرفوا هذه الكوكب سمعوا ضجيج ضجيج كثير ينبعت من هذا المكان ضجيج يعني احنا كنعرفه فيما كيكون النساء كيكون الحوار وكيكون الكلام في الحمامات الشعبية كنعرفوا هذه الظاهرة بل حتى في مناسك الحج والعمرة الخيام دي الرجال تكون شبئ هادئة ولكن الخيام دي النساء كنسمعوا فيها الكلام كثير حوار كثير أحيان ثرثرة معديرة ولكن هذا الواقع فهؤلاء الرجال قالوا هذا الكوكب من يستوطنه قيل بأنهم بعتوا برسائل من المريخ إلى الزهرة رسائل بحل لمساج فتوصلوا برسائل أخرى جميلة رسالة فيها فيها ألوان وردية وفيها كلام منمق فأعجب الرجال بهاد الرسائل وبقيتها كل الرسائل بين الرجال كلامهم خشن الرجال كلامهم خشن لأنه يسمون بالجنس الخشن خلقوا من تراب والنساء كلمهن مزوق ولطيف ونبرة في صوتهن عميقة وخطهن رائع لأنه يسمون بالجنس اللطيف لم يخلقن من التراب كما خلق آدم وإنما خلق من ضلع الرجل فهو جنس لطيف قيل بأنهم توعد أن يلتقي أين يلتقيان في كوكب المريخ أم في كوكب الزهرة اتفق على أن يلتقي في كوكب آخر يبدو جميل فيه نسيم عليل وفيه بحار وأشجار وأنهار إنه كوكب الأرض تواعدوا معا ونزلوا إلى كوكب الأرض وحينما نزلوا سيجدون بأنهم مختلفين في نمط التفكير وفي الجانب العاطفي وفي رؤيتهم للأشياء ومن ثم قرروا التزاوج وحينما تزوج تزوج كل رجل بمرأة الذي وقع دخل بعد مدة قصيرة في اختلافات وفي نزاعات وبعد ذلك بدأ العراق وبدأ الخصام وكان ضروريا أن يقع هناك قوانين تفصل بين الرجل والمرأة ما سمي فيما بعد بهذه المدونة فالمدونة تريد أن تضع حدودا فاصلة بين الحعوق والوجبات التي تربط بين الرجال والنساء هذا الرجل وفي الحقيقة الطبيب النفسي هو هذا من صنع الخيال هو لم يكن البشر في كوكب المريخ ولا في كوكب الزهر البشر كان أبونا آدم وأمنا حوا في السماء ثم ربنا عز وجل قال لهم اهبط إلى الأرض وكان هناك التكليف وكان هناك الابتلاء لكن الغاية التي يريد منها هذا الفيلسوف من خلال كلامه حول الكوكب الزهر والمرأة هو التباعد والاختلاف البيين بين الرجال والنساء كل منهم له منطق تفكير أولا من حيث اختلاف الطبائع بين الرجال والنساء فكون الرجال كانوا في المريخ معنى طبع الرجال قوي الرجل قوي بطبعه ويحب المغامرة ويحب أنه يكون دوما في المقدمة المرأة المرأة كائن لطيف وكائن رقيق الإحساس ودائما يريد أن يكون مع الرجل يكون معه وليس منافسا له الرجال هم في أمس الحاجة إلى النساء تبين من خلال معاشرة بأن الرجل يحتاج إلى المرأة ولكن يريد أن تشعره المرأة بأنه قوي وبأنه مهم أو باللغة المتدولة يكون استسيد الرجل يحب أن يكون عنده السيادة لكن المرأة هي ما تحبه من الرجل هي أن تكون معززة مدللة إذا سألت النساء ماذا تريد من الرجل أن يقدرني وأن يشعرني بأنني معززة وأنني مدللة الرجل إذا أرد أن يحكم المرأة عليه أن يخلق في ذا الإحساس عليه أن يصل إلى أن ينجح في العزف على ذا الوطر لكي تخلق هذا الإحساس تشعر بأنها معززة مكرمة مدللة أما أما المرأة أما المرأة إذا أردت أن تكسب قلب الرجل عليه أن تشعره بأنه قوي وبأنها تحتاج إليه هو السيسيد إذا لم يكن هو يعني غيبق دائما بأن تشعر بنقصان تشعر بخوف تشعر بضيع بعدم طمأنينة هذا ما توصل إليه هذا الفيلسوف والطبيب النفسي يعني أن الاحتياج لكل واحد منهم الرجل أيضا يريد من المرأة أن تشعره بالثقة أن تثق فيه مدل بأنه ضعيف مدل بأنه غلب الرجل لا يفع رأي البيضاء الرجل لا يغلب الرجل لا يبكي الرجل قوي عنده الثقة بالنفس والمرأة عليه أن تتقبله كما هو قد يكون في بعض الصفات هنا أو هناك لكن تتقبله كما هو أما المرأة فالتي تحتاج من الرجل أن تشعر يشعرها بالرعاية والتقدير الرعاية يعني النفقة ينفق عليها يغدق عليها من ماله يشتري لها الحلي يشتري لها أفخر الملابس يخرجها إلى الأماكن السياحية تريد أن تعيش الضحظة فعليها الرجل الذي تحترمه وتقدره هو الذي يرعاها ويقوم بشؤونها ويقدرها أما الرجل فهو يريد من المرأة أن يشعر بالثقة بالنفس تعظمه تقول إنه رجل سبع أنه رجل دائما أشعره بأنه هكذا الرجل لا يقبل لا يقبل أبدا من المرأة أنها تنتقده في قدرته ولو على سبيل النصيحة قد يكون الرجل فيه ضعف إما في بنيته وإما في مواقفه وإما في أفكاره لكنه لا يقبل أبدا أن المرأة تنظر إليه بأنه ضعيف الشخصية قدراته متواضعة ولو على سبيل النصيحة هو لا يرفض المرأة عكس ذلك هي الذي الذي يهمها هو من الرجل أو الذي يخدش مشاعرها ويخدش نفسيتها هو أنه يقاطعها عند الكلام ولا ينظر إلى مشاعرها لأن المرأة هي عند عند وحد البئر غائر من المشاعر عند بركان مشاعر تحتاج كل فترة أخرى من الرجل أن يقدر مشاعرها وينظر إليها نظرة نظرة بأنها سيمفونية وكأنها قطعة فنية لما يتكلم الرجل والمرأة المرأة مثلا هي كلامها لا يحمل على وجه الظاهر مثلا امرأة إلى قتلك اوه أنا أشعر بالضيق أنا أشعر بالتعب ما معنى هذا الكلام الترجمة ترجمة هو أنها تريد أن تحصل على عطلة على إجازة أن تسافر أن تبعيدها عن مكان القفص الزوجي ما هي تقول لك المرأة أنا تعابت وكن شعور بالضيق وأنا عينة يعني هي كتقول لك بطريقة غير مبشرة فهم رأسك السفلان خرجني سافر بيا ترى بيا مبرعني متعني هذا هو الكلام أما إذا قالت المرأة قتلك طلقني طلقني ما معنى هذا الكلام معنى أريد منك المزيد من الاهتمام لا تقصي أنك أنك طلقها كنا عرف واحدة عادة دي الناس تخصم مع المرأة ديالو قلت لي وطلقني قال هي أنا ما تعودش ديك الساعة شاب السيارة وصل المحكامة دار بطاقة التعريف الوطنية اتفاقي خرجه بعد نصف ساعة مطلقين ويندم ندما شديد لما طلقها ومن اللي فاق من الشهوة ديالو ديالرجول أو ديالقوة بيرزع مرة تانية قد 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 صعوبة كبيرة هذا كثير من الرجال ربما لا يفهم طبيعة المرأة إلا قتلك طلقني طلقني معنى هذا قتلك أريد منك المزيد من الاهتمام إلا عندك شي اهتمام وعندك شي عاطفة وعندك شي أعطيها ما عندك شي دير وحد وحد للفترة ديال النقاحة ريت ما تستجمع قواك ومالك ثم تعطيها هذا الأمر المرأة هي أيضا حديثها مع الرجل وتفكيرها مختلف الرجل في الغالب يفكر في القضايا الكبرى دائما تفكير ديالو ينصرف إلى قضايا كبرى إلى المسائل هي مشاكل معضلات لكن المرأة لا تفكر إلا في الصغائر طبيعتها هي تريد أن لا تعظم الأمور هي دائما تنظر إلى الأشياء ببساطة وتنظر إلى التفاصيل الدقيقة حتى داخل البيت داخل المطبخ داخل صالة الجلوس داخل غرف النوم داخل تبحث عن التفاصيل الصغيرة وتعتني بها تفكروا هكذا خلقها الله تعالى هكذا الرجل يفكر في القضايا الكبرى في مشاكل المديونية مشاكل المصاريف مشاكل كذا وكذا حينما يقع هناك نوع من عدم التفاهم تلقوا بأن الشخصية دي المرأة تختلف عن شخصية الرجل الرجل هو بحل حزاب المطاطي حينما لا يتفاهم مع المرأة في الغالب الرجل يهرب إلى الكهف شنو الكهف دي الرجل هو الإنعزال يحب العزلة الرجل يحب الاستقلالية من ما يتفاهمش مع المرأة يقلب أنه يهرب إلا كان من المتدينين غد يمشي الجمع ولكن رمضان غيقول نويته الاعتكاف وينعزل إلا كان شي واحد ربما من ناس العاديين غد يهرب للمقهى أو غد يهرب لشي مكان فيه رياضة أو حتى خمارة المهم يبتعد ينعزل روح لعدد الرجل الآن كتقام يوميا مدمنين على الجلوس على الطرقات في المقاهي أو لقدر الله الله يسترنوى إياهم يكونوا في الخمارات لا تظن بأنهم هؤلاء يبادلون الله بالمعصية وأنهم موسيئون هؤلاء هاربون هؤلاء يعني يقع لهم واحد نوع من الضيق من الضيق هربوا ومشوا أي مكان إلقوا فيه رحتم وإلا غير تاكب جريمة يقول لك الله ما هد معصية وانتوب إلى المولى تعالى ولمش يرتاكب شي معصية أكبر ضرب أو جرح أو تفضي إلى القتل والعياد بالله فالرجل طبيعة هكذا فهناك يوصيوا الخبراء دي النفس إلى اشتراج الهرب ومشى الكهف دياله نعازل وخدخل البيت قد يدخل إلى غرفته قي يخد جريدة أو كتاب أو هاتفه ونقل وقد يدخل وحد العالم مغلق المرأة الدكية أن في هذه اللحظة ما تكلم معه خليه أنا راحته هناك يوقع النزاع هو أنا بغير يدخل إلى الكهف دياله ويكي تقول لي وكلمني واتحاور معايا واجهي نحل المشكلة دابا وقت غير مناسب هذا الوقت منك يدخل إلى الرجل ديالك للكهف دياله إلى ذاته إلى الإنعزال خليه يرتاح خليه يستجمع الأفكار دياله خليه يرتب الأولويات حتى يكون على بال عاديك الساعة يقدم ليه كأس شاي أو قهوة عاديك قل لي بالتي أحسن وتملكه وتوصل إلى ما تريدين فالرجال كيش بغم حل أحزمة المطاطية ضغيكي أما النساء كيش بغم حل الأمواج الموج الموج يكون كيكون مرة غادي مزيان مرة تكيهيج طبيعة عادية لا تدري هذا الموج ما عنده القاع غائر ولا عنده القاع عادي فالمرأة لما تغضب الرجل الدكي بغي يحكمها هو أنه يكون مستمع جيد أنصت إليها المرأة بعد مرات هي لا تريد حلول ما بغت حلول تقول ليها زيما ينبغي أن تفعل كذا وكذا بعد الرجال كي تحول هو إلى طبيب نفسي يقول ما تقول يش عندك وكي يبدو للتحليل نفسي هو خطأ هي بغت منك غالي استماع أحسن طريقة باش تدرب واحد خمسين في المياه باش تجاوز المشكلة مع الزوجة ديالك إلا كانت غاضبة كن مستمعا جيدا خليها تتكلم وعطيها أعطيها راحتك ولو أنك غتتقلق لأنه بعد مرات قد تتكلم على أشياء طويلة وعارضة ما عندها علاقات قد يجبديك الماضي الصحيق وتنتقل المستقبل وتعود ترجع للحاضر وتطول في الكلام وتوقف التفاصيل الدقيقة أعطيها شوية الراحة خليها تتكلم غترتاح هي غتشعر هي بالراحة أنتها كن غير مستمع جيد وحتى الأخير ممكن تقول لها بعض الحلول المناسبة ولكن ما يهمها أكثر هو أنك تعترف بقيمتها وتستمع إليها وإياك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر